بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري بنتكلم على الكروس سيكشن اللي هو التي سيكشن ونفكركم ان الجزء دوت هو عبارة عن الفلانج وده اللي هو الويب وده المسافة اللي هي بي ويب وده المسافة اللي هي بي افكتف وده التي اس او التي واحنا قلنا فيه احتمالين عندي ان فيه احتمال يبقى الفلانج اللي عندك في الكمبريشن او الفلانج ديت تبقى فيه التنشن سايد دور الحالتين اللي عندي ان الفلانج اللي عندي ممكن تبقى فيه الكمبريشن او ممكن تبقى فيه التنشن طيب الابر لميت اللي هي الرو ماكس اللي هي اقصى نسبة تسليح مسموح بيها في التي سيكشن فبنقول انها بتساوي خمسة وسبعين من مية رو بلانسد وقلنا حالة البلانسد كونديشن اللي هي الخرصانة والستيل بيوصلوا للفلير بمعنى ان الستيل بيوصل لليلد والخرصانة بتوصل للالتيمت يبقى من المعادلة ديت بنقول ان الرو بلانسد بتساوي الاريا ستيل بلانسد على البي ويب في الدي حيث الدي هي المسافة من الكمبريشن سايد الى السنتر بتاع الحديد وبتلاحظ هنا ان دايما النيوترال اكسز عندي اللي هي المسافة اللي حنسميها السي في حالة البلانسد كونديشن بتساوي السي فلانج زائد السي بتاعة الويب في حالة البلانسد طيب ايه هي اللي هي الرو مينيمم او بنعبر عنها بالاريا ستيل مينيمم نخلي بقى لنا عندنا حالتين اللي فلانجة في الكمبريشن دي الحالة اللي هي الاولانية فبنقول ان الاريا ستيل مينيمم بتساوي اللارجر اوف عندنا معادلتين بنحسب المعادلتين وبناخد القيمة الماكسموم المعادلة الاولانية اللي هي تلاتة جزر الف سي داش على اف واي في ابعاد الخطاع اللي هو البي ويب وده عبارة عن الدبس المعادلة التانية متين على اف واي في ابعاد الخطاع يبقى احنا بنحسب المعادلتين وبناخد القيمة الاكبر ده امتى لو الفلانجة عندي موجودة في الكمبريشن سايد طيب لو الفلانجة عندي في التنشن سايد موجودة في التنشن سايد هنا الكمبريشن وده التنشن سايد اللي هيبقى موجود في الحديد ازاي بنحسبها بنحسبها بطريقة معينة انا عندي تلات معادلات التلات معادلات امت مكتوبين المعادلة دي نخلي بالنا فيها البي اف اكتف بنحسب المعادلتين دول بناخد القيمة الاكبر فيهم بنقارنها مع المعادلة الاولانية بناخد القيمة الاصغر يبقى تاني عندي معادلتين المعادلتين بناخد القيمة الكبيرة بنقارنها مع المعادلة الاولانية يبقى في الحالة دي بناخد القيمة الاصغر ويتبقى اهي دي ال area steel minimum ιمتى في حالة tension في حالة ال que عندك موجودة في tension في limits هنا بنقول او ال area steel provided التي انت اخترتها فعلا اكبر من او يساوي اربعة على تلاتة من are steel required يبقى في حالة دي مش محتاج تعمل تشاك على ال area steel minimum في نفس الحالة بيبقى the moment simply عندك اكبر من او يساوي اربعة على تلاتة ميو وقلنا ميو المقصود بيها اللي هي الابلايد مومنت الموجودة على القطاع